السلام عليكم ورحمة الله إكمالاً للمحاضرة السابقة التي تحدثنا فيها عن العلم المركب نتحدث اليوم تفصيلاً عن العلم المركب وأقسامه فالعلم المركب ينقسم إلى إما مركب إسنادي وإما مركب مسجي إما مركب إسنادي وإما مركب مسجي وإما مركب إضافي هذه ثلاثة أقسام للعلم المركب تفريع التفريع أقسام العلم منها إلى مفرد ومركب ومنها أقسام العلم المركب فالعلم المركب قد يكون مركباً إسنادياً قد يكون مركباً مسجياً قد يكون مركباً إضافي طيب ما هو العلم المركب الإسنادي المركب الإسنادي لا يكون ذلك إلا بجملة فعلية أو اسمية لم يسمع عن العرب إلا جملة فعلية لم يرد عن العرب أنهم أسموا أحدا من أبنائهم بجملة اسمية ولكن سمع عنهم أنهم تسموا بجملة فعلية مثل شاب قرناها وبرق نحره وتأبط شرا هذا مركب إسنادي أي جملة كاملة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل ولكن لم يسمع عن العرب إلا أنهم سموا بجملة فعلية النوع الثاني المركب المسجي وهو ما تركب من كلمتين انتزجت حتى صارتك الكلمة الواحدة ما معنى المركب المسجي؟ كأنك جئت لكي تصنع عصيرا تأتي بالماء والبرتقال مثلا ومعه السكر ثم تمزج الثلاثة فتتحول إلى مركب لا تستطيع أن تفصل بينهما صار مركب واحد بعد أن كان مركب الماء ومركب السكر والعصير أو البرتقال ثلاثة صاروا شيئا واحدا كذلك تأتي كلمتين انتزجتها فتصير كالكلمة الواحدة مثل سيب ويه فهي عبارة عن كلمتين سيب ويه وهي كلمة فارسية بمعنى رائحة التفاح نفط ويه كلمتين نفط وويه وبمعنى رائحة النفط كذلك بعل بك بعل بك هذه مدينة في الشام عامة وفي لبنان خاصة على الساحل تقريبا تتكون من كلمتين من بعل وبكة لها قصة لها قصة يعني لا نريد أن نطيل فيها الحديث فبعل كان اسما لأحد آلهتهم أصاب المدينة دمار زلزال شديد فهدمها فقالوا بعل بكة أي بعل هو الذي بك وهدم المدينة كذلك حضر موت بعد انهيار سد مأرب وأصابه الموت عندما نزل الماء فغرقت كثير من القرى والناس وكثر الموت فقالوا حضر موت وأصبح هذا اسم وعلم على ماذا على هذه المنطقة في اليمن النوع الثالث من أنواع المركب هو المركب الإضافي وهو الغالب في أنواع العلم المركب أغلب أنواع العلم المركب مركبا إضافيا مركبا إيه؟ إضافيا وهو ما تركب من مضاف ومضاف إليه أغلب الأعلام المركبة في اللغة العربية مركبة تركيبا إضافيا مثل عبد الله عبد الحق عبد الخالق عبد الرزق عبد الوهاب عبد العزيز أغلب الأعلام المركبة في اللغة العربية هي مركب إضافي وتتكون من مضاف ومضاف إليه طيب كيف نعرب العلم المركب؟ سواء كان هذا مركبا إسناديا مركبا مسجيا مركبا إيه؟ إضافي أغرب المركب الإسنادي يؤرب على حسب موقعه في الجملة بحركات خلي بالك لهذه الجزئية انتبه معك بحركات مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية حركة الحكاية يرفع بضم مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة منع من ظهورها إيه؟ اشتغال المحل بحركة الحكاية اشتغال المحل بحركة الحكاية طيب دينا مثال كده نطبق عليه جاء تأبط شرا لا تعرض تأبط وحدها وشرا وحدها لا نحن نقول جاء فعل ماضي وتأبط شرا على بعضها لأنها أصبحت عالم انتقلت من الجملة إلى العالمية تقول تأبط فاعل مرفوع وعلامة رفع إيه؟ الضم إيه؟ المقدرة لماذا التقدير هنا منع من ظهورها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية اشتغال المحل بحركة الحكاية يعني حركة الحكاية دي؟ يعني أننا أخذنا وحكينا ما سمع عليه هذه الجملة قبل أن تسمى بها الشخصية بعينها تأبط شرا أحد الصعاليك أطلقت عليه أمه هذا الاسم تأبط شرا نحكي العلم الجملة المنقول كما هو ولا يقبل أي حركة بسبب أننا نحكيه كما هو نقول فيه عرابي يكون مرفوع بضم مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ومنصوب كذلك بفتحة مقدرة لهذا السبب ومجرور بحركة بكسرة مقدرة لهذا السبب هذا النوع الأول في عرابه وهو المركب الإسنادي أما المركب المسجي يعني الذي يتكون من كلمتين اختلاطتها فامتزجتها فصارتها كلمة واحدة إن كان مختوم بلفظ ويه مثل سيبا ويه عمر ويه نفط ويه خمر ويه فإنه يكون مبنيا وليس معربا يكون مبني على الكسر تقول جاء عمر ويه فجاء فعل ماضن وعمر ويه فاعل 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 محل رفع لماذا؟ لأن العلم المختوم بلفظ ويه يكون مبنيا في محل رفع في محل نصب في محل جر طيب لو لم يكن مختوم بويه مركب مسجي وليس في آخره ويه مثل حضر موت بعلبك ماذا نفعل فيه؟ قال يقلا يمشي كلها من المركبات المسجية يعرب إعراب الممنوع من الصرف للعلمية والتركيب لأنه مركب ولأنه علم فيكون إعرابه إعراب الممنوع من الصرف الذي أخذناه قبل ذلك أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة فتقول هذا بعلبك مرفوع بالضمة رأيت بعلبك مفعل به منصب على النصب الفتحة مررت ببعلبك البع حرف جر وبعلبك اسم مجرور علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف يبقى العلم المركب تركيبا مسجيا إذا كان مختوم بويه فهو مبني على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر إن لم يكن مختوما بويه فيعرب إعراب الممنوع من الصرف بقي معنا إعراب المركب الإضافي وهو النوع الأخير من المركبات من الأعلام المركبة ويعرب صدره أي جزءه الأول حسب موقعه في الجملة يعرب مثلا فاعل مفعل به اسم مجرور علامة حسب موقعه في الجملة أما عجيزه وهو الجزء الثاني ليس له إلا أن يكون مضافا إليه نحو جاء عبد الله يبقى الجزء الأول يعرب حسب موقعه في الجملة من المركب الإضافي والجزء الثاني دائما مضاف إليه تقول جاء عبد الله جاء فعل ماض وعبد فاعل مرفوع لمضاف هذه الضمة ولفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه لا نقول لفظ الجلالة مضاف إليه نتأدب مع لفظ الجلالة فنقول في محل جر مضاف إليه رأيت عبد الله رأيت فعل وفاعل وعد مفعل به منصوب على المتنصب الفتحة الظاهرة ولفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه الجزء الثاني دائما من المركب الإضافي يكون مضاف إليه أما الجزء الأول يعرى بحلاسة بموقعه في الجملة هنا فاعل وهنا مفعول به ولو قلت مررت بعبدي بعبدي الله يكون مجرور بحرف الجر علم الجره الكسرة فإلى بهذا نكون انتهينا من إعراب العلم المركب فإلى محاضرة جديدة في باب العلم نلتقي فيها إن شاء الله تعالى